رئيس الجمهورية يأمر بتخفيض مصاريف الإيواء للعائدين لأرض الوطن بعشرين بالمئة إعفاء الطلبة والمسنين دوي الدخل الضعيف من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي قلنا لكم يخافوا ما يحشموش يخافوا ما يحشموش قبل أسبوعين لما أعلنوا على ما سموه بفتح الحدود خرج سفيهم ولا أقول سفيرهم خرج سفيهم عن طرداود في باريز وقال أنه ستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية ما بين ليون مارساي وباريز لكن بدأت الناس تمطعب تقلق تغضب عاودوا وعدلوا وقالك لا لا في الحقيقة فعندنا أكثر من ذلك عندنا رحلات إلى فرنسا وعندنا ثلاث رحلات إلى فرنسا أسبوعيا على ما يبدو الآن نشوف القائمة ورحلة إلى برسلونة وأخرى إلى تونس وأخرى إلى إسطنبول ولكنهم وضعوا أسعار وقال أنت الرحلة مثلا وانا شفت الناس اللي بدأوا يكروا بعثت لي واحد شاري ثلاثة هم ثلاثة أشخاص ألفين وتسعمائة فاصل يورو بمعنى أكثر من تسعمائة يورو للتيكي غضب الناس بدأت الاحتجاجات وبدأت الغضب عليهم وبدأ الكتابات خاصة على المواقع التواصل الاجتماعي عاودوا وتراجعوا دعنا نشوفوا الأسعار اللي وضعوها بعد تراجحهم خوفا من الشعب هاي الأسعار اللي دروها الآن قال لك ما بين جزائر و تونس رحلة واحدة كم 591 دينار تونسي إسطنبول رحلة واحدة 686 دولار أمريكي باريز 518 يورو مارساي 391 يورو بارسلون 317 يورو إضافة إلى 41 ألف دينار لما يسموه بليفري دو كونفينمو قبل هذا قبل الغضب الشعبي كان من باريز واحدة 900 يورو فاصل 900 وزي يعني أنا شفت أكثر من حوالي 1900 تقريبا اللي كانوا ثلاثة أشخاص إذن بعد الغضب بعد الضغط الشعبي يخافوا ما يحشموش خفضوا من الأسعار وزادوا في الاتجاهات ما ولتش فرنسا فقط ولت فيها تونس وإسطنبول وبرسلون طيب الملاحظة الأولى اللي لاحظتوها وانا قرحنا كاتبين الأسعار يا إما باللورو يا إما بالدولار يا إما بالدنار التونسي مش بالدنار الجزائي في كل العالم الدنار هو ليس فقط عملة وطنية هو وكما يقول اسمه هو ليس فقط عملة هو عملة وطنية كل البلدان عملتها عملة وطنية يعني كل البلدان تحسب بالعملة الوطنية ومبعض الناس تدير كما يسمى تشوف كم يساوي بالورو أو بالدولار أو لكن هم هنا حسب بالدولار وبالورو لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ لأن الدنار رهم كل مرة ينقصوا فيه فإذا أكتب لك مثلا بدل ما يقول لك 686 دولار لإستنبول وجي 686 هذه مثلا في حدود سعر تولي في حدود مثلا 90 مليون رسميا مثلا هم كل يوم نقصوا في الدينار معناها بعد شهر تولي 100 تولي 600 هذه عفوا قلت تولي مثلا هذه 600 دولار كم ممكن تولي رسميا تولي في حدود 9 ملايين بالسنتين لكن الدينار سينهار بعد شهر ممكن تولي قيمة 10 ملايين فهو أضعها لك بالدولار لكي أنت تدفع كي يخفضهم الدينار تبقى تدفع دائما هذا الرقم لأنه بالدولار ليس بالدينار لأن الدينار رغم يخفضوا فيه رغم ينهبوا من الشعب من جيوبه ولذلك جاء التقويم بالعملة الصعبة حتى الدينار تونسي قوموا به وليس قوموا بالدينار الجزائر يعني قناعتهم أن الدينار التونسي لن ينهار ولن ينقص مثل الدينار الجزائري هذه الأمور الملاحظة الأولى لكنها ضربة للسيادة الوطنية لأن كل البلدان تحسب بعملتها لا تحسب بعملات أجنبية اللهم إلا يديرها لك بين قوسين الأمر الآخر الضغط الشعبي جاء قال لك بالنسبة للطلبة ما نحولهم لفري وهي 4 ملايين والزايد خمس أيام فقط لكن لو كان يزيدوا يقولوا لك عندك الكورونا تزيد خمس أيام أخرى معنى 4 ملايين والمئة السؤال ولو كان تزيد خمس أيام أخرى يقول الكورونا ما سيسرع هم ما سكسكتوا ما قالوش لكن رح يطبقوا عليك رح يقول لك لازم زيد خمس أيام أخرى معنى تزيد 4 ملايين أخرى وتخيل واحد شدوا الكورونا شهرين كي الناس يشدتهم الكورونا شهرين يشدوك يحطوك في فندق بالتأكيد بخدمات سيئة جدا يعني همتع أصحابهم هذه الفنادق اللي يخيروهم وانت تخلص في مبالغ ضخمة ثمانمائة الف لنهار يعني ما يعادل ثمانمائة وزايد يعني انت تخلص في مبالغ ضخمة وهو يقول لك لا عندك الكورونا وانت رك باش تدخل للبلاد ومنك رك جايب معك شهر يقدر يحسب لك هذا الشهر كامل كورونا معنى روحت للبلاد قعد تخلص فيه 4 ملايين وزايد وانت محشور في غرفة ما تدخلش منها وكل ما يجي دللك التست يقول لك عن الكورونا وكل ما يجي دللك التست تخلص ماذا يعجب هذاك كل ما يجي دللك التست تتخلص يباها الطريقة نقول لك المرة ما نحن يدروها راح ندروها للحركيين اللي مزعجينهم المعروفين الحركيين المعروفين انا نصيحتي ليهم ما يدخلوش الا اللي عندهم معارف خاصة لان الطريقة اللي راح ندروها معاهم يكرهوا لمحياتهم يجيبوهم ما يعتقلهمش رسميين يضعوهم في السجن لا لا يجيبو حطه في فندق سيء ويخليه يدفع ويخليه يراه يشوف بالاكرام والديه على خمسمائة متر منه او بخوته او ولاده او 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 على خمسين كيلو متر لكن يحشروه ويأسروه في غرفة في فندق وكل ما تخلاصت خمسة يام راح نيقولول ما زال عندك الكورونا ويولي امام ويقولهم من نروح يقولول لا متخذش تروح عندك الكورونا لان البلدان الاخرى ايضا متقبلكش عندك الكورونا وما طلعش في الطيارة عندك الكورونا كيفاش نتبين بلي عندي الكورونا يقولولك انا قلنا لك بسيح لا انا ما نثيقش فيكم لا انا قلنا لك عندك الكورونا هذا هو الشرام راح ندول الاحرار المعروفين الاحرار الي راح معروفين انا انصحهم بعدم الذهاب الان المعلومات التي لدي تقول هذه قاللك بدل ما يجووا يعتقلوهم ويشقوا معهم القيامة والناس تكتب عليهم وجي لجنات المتابعات المعتقلية تكتب عليهم ويجي فلان في لايب او لحد اخر يتحدث عليهم لا يقوللك راهم جايوا وراهم ينتظروا ينتظروا حتى تنتهي الكورونا عندهم ويمكن يديرها لك شهر شهرين ثلاث شهر يعني يكرهوا لحياتك يومها ما تقدر لا تدخل تزاير لا تخرج من تزاير لدرجة أنه حكاولي على واحد جزائري جامل الدوحة جامعه العمال الهنود جاموا مسؤولين قطريين جاموا أجانب جاموا صينيين كلهم دخلوا إلا الجزائري راح في المطار ولعل البعض منكم شافوا في المطار كان كاي الناس يصوروه وداروا عليه فيديوهات قالوا انه ما تدخلش طيب الهندي يدخل والقطري يدخل والصيني والمصري والتركي والفرنساوي يعني احنا ما ندخلش لا انت ما تدخلش انت ماكش أجنبي قالوا له لازم ترجع للدوحة هذا هذا انكور ما عندوش كورونا غير لانه جزائري فقط لانه يحمل الجنسية طيب لما انت عندك كورونا ما كانش طائرة تعاوت الدين عندك كورونا والسلطات الجزائرية قالت عندك كورونا فاحذروا منها هذه طيب نرجع النقاط أخرى هي كلها عندهم انتقام الشعب ككل ومن الجالية بشكل خاص عليها الجالية بشكل خاص لان الشعب هم يعذبوا فيه في الدخل يعذبوا فيه بينهيار الاسعاء بينهيار الدينار ارتفاع الاسعار الحقرة في الباراجات الحقرة في الداخل يجو يعتقلك متى شاءوا يدوك يطردوك من العمل يعني كينا عندهم سبعمائة طريقة انتع الاحتقار سبعمائة طريقة انتع الحقرة والاحتقار والنهب في الخارج مقدروا لهم شاهم في الخارج فاذر كان افتح لك انا لكن نجعل هذا الفتح نسلك فيه من دراهم الناس اللي في الجالية موشتع مع الحراك و الاخير يدخلوا خمس ايام يدفعونا هذه الدراهم ليصحابنا في الوطيلات ويمشونا اللي يرى الجيري اللي يرهم ينهبوا فيها أولاد المسؤولين والمسؤولين ولكن اللي معروف او مصورين وحراكي او نجعله حياته جحيم نجعله يندم النهار اللي يفكر انه يظاهر ضد المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية ضد تبو المزور اللي يجبوه العسكر واجضافوا قال لك نديرو عشرين بالمئة جاءوا قسم الجزائريين شافوا باللي اللي خرجوا امس في باريس وفي مرسايا وفي عدة مدن في فرنسا وخارج فرنسا جزء منهم كانوا طلبة بطبع الحال هناك مئات الالاف او خلونا نكونوا ربما اكثر دقة على الاقل عشرات الالاف من الطلبة انا عارف انهم اكثر طلبة الجزائريين نرهم بمئات الالاف لكن خلونا نفترضوا اللي داخلين هما بعشرات الالاف من بين اللي خرجوا امس في هذه الخروج شفنا الطالبة مثلا قبل قليل هما طلبة يقول لك واش نديرو لهم باش ما يعودوهاش طلبة هم قلب هذا الخروج اللي خرجوا المظاهرات ضد الغلق او ضد قوانين هم الفتح بهذه الطريق فيقسموا الجزائريين من قلق طلبة اخلاص ما يخلصوش هذه الربعة ملايين ما يخلصوهاش ربعة ملايين ومية في الحقيقة وزيد شكون والمسنين داوي الدخل المحدود نقصوهم عشرين في المية بعد ما يخلصوه ربعة ملايين ومية يخلصوه ثلث ملايين وميتين وثمانين الف لماذا هذا طريقة تقسيم ثم كيفاش تعرف المسنين اللي عندهم دخل ضعيف هل عندنا ادارة عند هاجاء كل واحدش على الدخل التاعو الى اخرى اي كلام ثم ماذا عن مثلا اللي رأوا في الخارج واللي هو مثلا اوندكابي مثلا من اصحاب الاحتياجات الخاصة يعني كنقولوا اوندكابي مصاب مسكين في جسده او في اشياء اخر وان كان الاندكاب الحقيقي رأى عند العصابة هذا لماذا لا يستفيد مثلا من الغاء كما يلغى الطلبة المرأة اونسانت مثلا الحاملة الرجل او الطفل او الشاب اللي عنده او المرأة اللي عندها مرض كرونيك لماذا لا يستفيدون من التخفير او اللي يلغاء هكذا ما عندناش ادارة ما عندناش ناس فاهم اوش را يتدير عندنا جهالة الرداء والجهل لم بعضها على بعضه والفساد لكن الهدف ب هذه طلبة هي اساسا لتقسيم الجزائريين باش ما يخرجوش طلبة مرة واحدة اخرى ويحتجوا لانه مهم يقول لك انا غرلاس انا مش راح ندفع ذيك الربع ملايين وزيت ما لا يعرفوا طلبة راح ممكن يخلوهم ما تدفعش بسيخلوك يزيل الخمس ايام اخرى هذه لعبة الخمس ايام هذه راحين كل واحد ريكلامي او يشوفوا حراكي او يشوفوا فيه رجولة او مرؤة او مرأة او راح نيدفعوهم ويقولوا كل مرة عندك الكورونا ابقى خمس ايام خاصة الفنادق اصحابهم اذا بهم تخدم وطبعا كتكون محشور لازم تخلص على الاكل لازم تخلص على الشرب لازم تخلص على اشياء اخرى هذه كرة غير المبيت مرة اخرى عبث ومرة اخرى حجرة لهذا الشعب وقهر لهذا الشعب بشكل الناس تتسائل رانى مع رانى مع حكام هذا فيهم ذرة ذرة من الانسانية ما نقولش جزائريين وطنيين ما نقولش غعاري انسانية فقط فيهم شوية انسانية اصبحوا حيوانات متوحشة وكثير من الحيوانات افضل منهم اصبحوا حيوانات همجية واكثرية الحيوانات افضل منهم لان رب يخلقهم معك كذلك اكثرية الحيوانات تستفيد منها البشرية والانسانية والطبيعة والبيئة الى اخرها هم عالى هذه العصابة عالى على البلاد عالى على الشعب عالى على البشر عالى على جيراننا عالى على الانسانية اينما كانوا كارثة اصيبت بها البلاد غير المجرم لما عنده حدود وطبع اخوه السؤال الاخر ايضا قال لك طيب هم في اللولة قالوا فتح الحدود لكن لما جينا ما كاش حدود فتح الاجواء فقط ولماذا ما نفتحوش مغالقين مع المغرب وعندكم كم الان سبعة وشرين سنة شعب واحد مغلق ببيناتهم الحدود الزطلة تدخل منه وتدخل منه ومنه ما كاش مشكلة الزطلة تدخل من جهة المغرب ومن جهة الجزائر تدخل الحبوب المهلوسة طبعا لان اصحاب ارباب هذه التجارة مرتبطين بكبار القوم هنا وهناك كبار الجنيرالات كبار المسؤولين بالصح بين الشعبين مغلقة الحدود الحدود اللي كانت عندنا مفتوحة معامل طبعا الليبيا مغلقة النيجر مغلقة مالي مغلقة موريطانيا مغلقة بقية تونس وقالوا كتبوا لي بعض الناس سيدة كتبتقالت بينها وبين زوجها خمسين كيلومتر هي على الحدود الجزائرية وهو على الحدود التونسية يعني ما نش عارف كانت راح تتزور أهلها أو تزور أهله أو ترجع على أساس في نهار خمسين كيلومتر يعني تقدر تذهب بالبيسيكلات حبست عندهم عام وزايد حبسين آلاف الناس مبلوكية من الجانب الجزائري ومن الجانب التونسي اللي حابين يذهبون إلى تونس واللي حابين يذهبون إلى الجزائر أو حابين يذهبون إلى ليبيا أو مصر حدود البريان آلاف إلا ليس عشرات الألف ولو مكاج يذهبون إلى تونس لنطيب الموانئ بواخر مثلا لتجيب عداد ألف ألف ومئتين ألف بعض البواخر تجيب حتى ألف وخمسمائة لا مكاج طائرات فقط وطائرات تحكموا فيها والجزء الأكبر منها الفرنسا لكن قلت لكم الحدود مع مالي والنيجر مغلقة لا لا أغلقت هنا لا مفتوحة لمن لعسكر فرنسا يرحلهم الكروغزين الإسانس المازوت والخضروات والفواكه اللي تجيبها طائرات فرنسية ومعنداش وين تحطها تحطها في تمرست وتروح شاحينات سنتير وشاحينات عسكرية أخرى تضيها للنيجر المالي لعسكر فرنسا المحتلين للنيجر المالي أي نعم لكن الحدود عن الجزائري مغلقة درك عندي ملف هنا على جرنات جرنات وما يجري فيها من كوارث ومسؤوليها بما فيها الجنرالات واقضاء درك نجيب لكم جزء منه الليلة إن شاء الله والباقي ربما في اللايب القاتم واحدة من الأماكن التي تم فيها واحد الفساد نهب للذهب نهب للمعادن قتل لبعض الناس تجنيس للأفارقة شيء مهول وكلها بالأدلة وكلها بالتفاصيل سيكون في نهاية هذا اللايب إذن هذه هي قضية اليوم هذه هي قضية طبعا طائراتهم الطير عندهم حتى المهرجين حتى هذا ممثل هذا مغني هذه مغنية جماعة مثلا جنرالات اللي عندهم اللي ساكنة في سويسرا أو في فرنسا أو في أليكانت أو في دوبي طائرات رائحة جائية ما كاش مشكلة طائرات خاصة وعامة الأتراك القطاريين الإماراتيين الصينيين الفرنسيس سبنيون الطيليان المريكان الروس الهنودة كلهم داخلين خارجين بالمناسبة هذه تعل ما تطبق لا ما تطبقش على الأجانب الجزائريين مبارك اللي ممكن عندهم الكورونا الأجانب ما عندهمش واحد العبث واحد البوض لهذا الشعب لم يسبق له مثيل لم يسبق له مثيل ولذلك إخواني إذا عردتم هذه عصابة خاف ما تحشمش إذا عردتهم يفتحوا الحدود والأجواء والموانئ وبدون وبدون إنما يكون هناك صح مراقبة صح اللي يلقوا عندهم أنا سافرت العملي فات و لما جيت أنا والأسرة وش يقول لك عارفين أنتي كنتاكي يبعثوا لك الميساج ثمانية وربعين ساعة قبل ما توصل يقول لك راهو كي توصل لازم تذهب تدير تست تعال تعالكورونا راه هناك مركز كبير جدا أمام المطار أنا جيت من هيثرو مطار هيثرو اللي هو واحد من أكبر المطارات العالمية نزلت فيه تروح تجد تاخد تاكسي جاء يومها في الحقيقة جاء صديق أخذنا للمركز على اللي بعدها حوالي ربع ساعة بالسيارة و رحنا درنا التست درنا في ربع ساعة نحنا ربع مسافرين جايين من السفر كم دفعنا سفر مدفعناش جونيه واحد دينار واحد أو جونيه مدفعناش باطر وش يقول لك يقول لك ما تخرجوش من الدار حتى يجيكم التست التست وقت الشحر يأخذ ما بين يومين إلى ثلاثة سواء في الويكاند سواء في النهار العادي يومين ثلاثة يوصلك التست فالحقيقة وصلنا في أقل من يومين ربع ما في حدوث 36 ساعة الحمد لله مكاش كورونا اللي عندهم الكورونا اللي داروا التست وعندهم الكورونا وش يقولونهم يقولون ما قادوا في بيوتكم 15 يوم ما تخرجوش راك إذا خرجت واكتشفنا أنك خرجت را ندلولك غرامة هاي كيف اشتدار الدول والبلدان تعرفوا بالأغلبية العظمى من ناس تلتزم لأنها مرتاحة لأن التعاوم الإنساني لأنك أنت تشعر بالحشمة لو كما تديرهاش أولادك في الدار أنا نعرف أصدقائك أولادهم في الدار يجيوا خارج يقولون لا 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 ما تخرج را عندك الكورونا وهنا النظام راهي العدارة راهي تقول لازم تبقى 15 يوم الناس يصبح القانون هو في راسه وإذا غلط يذكروا ابنه ولا بنته ولا زوجته ولا جار ولا خرجوا يلقوا البوليس يديروا اللغة عرامة هاي كيف اشتمشي الأمور هل هذا كان شي معجز أنكم تديروه؟ كان بسيط بسيط أرواحوا تركوا أنتم أفضل من الإنجليز في الإدارة أو أفضل من المريكان أو من أستراليا أو من سويسرا أو من السويد أنتم أفضل أنتم تستوردوا في كلش وتشيروا في كلش من الخارج يجبوا شوية تنظيمات إدارية بسيطة منطقية كيف تدار الأمور؟ جزائريين اللي عايشين في الخارج وحتى اللي في الداخل يعرفوا هذه الأمور حتى اللي في الداخل يتابعوا ويشوفوا في العالم ويشوفوا وشايفين كيف اشتدار هذه الأمور يعني رجعتوا حياة جحيم شحال من واحد مات الناس ما شافوش بابه ما شافوش ابنه ما شافوش شحال من واحد أمراضه تضاعفت شحال من واحد مات في الخارج ودفنوه في الخارج شحال من واحد أصيب بسرطان ولم يستطع أن يعالج علىها راكم تعذبوا في هذا الشعب علىها السؤال اللي يقدر يعطي الواحد صدمة دماغية يعني لماذا هذا المنكر لماذا هذا التعذيب للجزيريين لماذا هذه الإدارة الفاشلة هو الشعب عرفكم قالكم يتنحى وقاها يجوا ابناء الجزائر اللي يحبوا الجزائر يرجعها عروسة بحق بحق وقوية بحق وناهضة بحق لأن العالم وكل الإدارة كل القضايا موجودة اليوم تستطيع أن تأتي بها من الخارج وتأقلمها مع حالك الداخلي مع أخلاقك مع مجتمعك وكان أشياء تمشي على الإنسان أينما كان الإدارة الجيدة كيف 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 في مالي كيف في جزير كيف في لندن كيف في نيويورك كيف في كمبيرا كيف في جناف نفس الشيء أشياء بسيطة منطقية إنسانية عادي كيف داروا الفاكسين الأول وفي حدود خمسين بالمئة داروا الفاكسين الثاني في الجزائر نروح نرى أن تشحل داروا الفاكسين باعترافهم هم ما فاتوش مليون طالك نحن ندروا مصنع مع الروس كيمة المستشفى التعصين اللي بناوهن في آفريل 2020 بناوهن بالأوهام والأكاذيب متع الذباب نتاعكم وصحفتكم الكذابة يا كذابين أنتم ما عندكم مش مشكل كل شي يجي من الخارج حتى أحيانا حتى الفواكه والخضر يجي من الخارج ما نحكوش على الأشياء الأخرى طائرات خاصة تطيروا تنزل طائرات العامة تطيروا تنزل والشعب خنقتوه الناس راه يتموت مش لاقيها الدواء وكانوا الجزائريين اللي في فرنسا خاصة ولكن أيضا بلجيكا وفي أماكن أخرى يرسلوا الدواء إلى الجزائر ما كانش هذا بارك اللي كان يرسلوا الدواء يشيروه أو يدبروه ويرسلوه إلى الجزائر كانوا يغطوا مئات الألاف من المرضى وأدوية في الغالب غالية منعتوها عليهم ما تستوردوش الدواء الدواء ليكم انتم مكاش مشكل تبون المزور يروحوا للألمانيا أبناء يروحوا للألمانيا الجنيرالات سويسرا اسبانيا ما يسمى بوزير المجاهدين عندوش حال من شهر في اسبانيا ما يسمى باذاك اللي جابوه ناطق رسم اسم الرئاسة محندو السعيد راهو حال من شهر في فرنسا ما تكونش مشكل لكن الشعب يموت ويتفقر ويتقهر ويتمنع أن أولاده يرسلوه الدواء ولما هم أولادهم بعد تمنعوهم من الدخول وتجعلوا الشروط وكأنهم والله دخول إلى الجنة مشكل معاك دخول إلى الجنة ربك جعلوه في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وفوى أربع أشياء أخرى فقط الصلاة اللي ضرورية ربما الإنسان ما يقدرش يصوم ما يصومش ما عندوش دراهم ما يزكيش ما عندوش دراهم ما يحجش ما عاد الشهادة ولا الصلاة فقط والأخلاق طبعا الحال ما الشروط لكي تدخلوه ولما الجزائر اللي فيها الجحيم الجزائر اللي تدار بطريقة جهنمية أهلها كلها يحبو يهربو منها بكل أسف وألم بكل أسف وألم